بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فرماسيكية اليوم جبت لكم موضوع لتختمة والأسيستيت والعلاج التهاب المثانة جبت لكم موضوع مهم جدا وجدا بزاف على خطر هذا موضوع كورا مشكل متكرر ونشوفه يعني في صيدليات يجينا يعني من أجل الناس بزافيشكي ومال لسفكتون ريبطة هدوم ريبطة شمتكررة لكم أعبت لكم على دو موضوعي هذا هو كرامبري هذا هو موضوعي هذا هو موضوعي يتبع في جنرال المعاركة من المنطقة الباردة في المنطقة الباردة في المنطقة الفردة وخاصية جدا والأسيستيت التهاب المثانة أنه concernant البكتيري ونأخذوا صورتو لشريشيا كولي ولا الإيكولي كما نعرف عندها دي فلاجال دي تنتاكيول هدوم اللي تلسق بيهم جورتع يدين شاء الله شكل يديها اللي تلسق بمفلابا هو أنت دولافيسي في الجدار الداخلي المثانة هو شي دير يرجع الجدار الداخلي المثانة إنادازيف يقول غير قابل سكر بسيط سكر سمبل ونأخذ ونأخذ التهاباتيك ديالو سور الإيكولي سور يعني بلزر بكتيري سبيسيال من الإيكولي شريشا كولي أنه الفلاجال هدو تعلق الإيكولي اللي قتلكم عليها الفلاجال هدو ما إلو نتخاليزي رح يلسق فيهم لسكر هذا رح يلسق في الفلاجال هدو ما شعيرات هدو تعل البكتيريا دونك إلو كاريمن يثبت لها يستحوذ على الفلاجال تحال أيدي هدو الشعيرات رح هل ستتخلص إليمين دون الزيورين سيستماتيكم دا رح نتخلص منها عن طريق البول الجهاز البولي دا دون كرامبرج هدو مالي كرامبرج يرجع الجدار الداخلي تعل المثانا لا يستوعب التساق البكتيريا إن ديزيف و ديمن السكر سيبت لها يتخلص في الفلاجال تار يتخلص البكتيريا الإيكولي سيشعر لتخلص إليمين سيستماتيكم دون دون الزيورين يعني يتم التخلص منها في البول في الجهاز البولي حسن هدو 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 لنترى ترابيطيك ولا هدو la nouvelle تكنولوجي ولا la recherche هدو سينا رشار إنوفان يعني هي أبحاث رائدة ونفعة بزاف على الخطرة على الطريق الكلاسي كي تعل الانتيبيوتيك يعني البروتوكول كلاسيك يعني يعني عادز أحيانا من تخلص من تخلص المددات الحيوية يعني مع المددات الحيوية يعني مع المددات الحيوية أحيوية أحيوية لا أحيوية 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 البكتيريا تكون أحيوية تكون أحيوية ملاحظة كثيرة عند المرأة وليس عند الرجل هذه بين قوسين يعني كملاحظة دونك نقول التختم للأسيستيت فلا كي دينا إنسيستيت لإلتهاب مثالا بخبير انتنسي يعني أوليا يقدر الطبيب دو بوين كليني يعني بالما يدير الاناليز يعني الجانب الكلينيكي والسرير يعني العراض علم الأعراض يقدر يحدد باللي يسجد دين انفكسون غينا باللي الامر يتعلق بالالتهاب المثانا والالتهاب بولي يقدر يمد هذا كليون سيست أو يعني صفة أولية يقدر يمد أول حاجة ثاني حاجة لو كان يدير الانتيبيو هذا الانتيبيو هذا pour سيب لجوع البكتيري دكو الانتيبيو نقول ECBU الانتيبيو على خطر الانتيبيو qui يخرج positif automatiquement ندير الانتيبيو سيست دي فاست سيست سيست دكو يخرج الانتيبيو هذا لجوع البكتيري و الانتيبيو التي تشعر بكتيري سيست سيب في ذا لكي نحدد نوع البكتيريا والمداد الحيوي الذي يؤثر على تلك البكتيريا ندير الانتيبيو دكو نحن نحن مثلا الانتيبيو مثال فيه 10 10 انتيبيو 10 منداد حيوية بين هذه المداد الحيوية مثال سي prof لكز سي فوس ميس ثم ميط ميط عندنا سيف ميط إلى آخر جنت ميط ميط عندنا هنا فوس ميط 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 مثال يوريكار c'est un antibiotique de base de première intention de simplicité qui assez simple يعني هو عبارة عن منداد حيوي بسيط نمدوه بالنسبة الوهل الأولى 100 kilidro resistance يعني فهم مثال خرجنا شي prof لغ زاسين خرجنا فوس ميس نقدر نمدو كل ميط هذا مكمل غذائي مع فوس ميس يعني يعني نقدر نبدأ به المضاد الحيوي هذا الخطر هو مضاد حيوي نقدر نبدأ به أوليا بصفة أولية بلا من ديرو بانتبيوترابي بلا من قرنوه بمضاد حيوي آخر دكور هاي لك الفكرة والله c'est la perspective a marqué c'est cela donc هذا هو l'optique l'idée principale de ce produit klivancist c'est الهمية تعو donc نقدر نمدو un antibiotique de première intention مع klivancist sans يعني avoir recours à بانتبيوترابي بلا من بدون النعم دائلا يعني إدخال مضاد حيويين دكور هذه هي ومبد يعني هذه حجال لولا هذه نحكو على la première intention وك جينا bien sûr حالة مستعصية une résistance bactérienne وش حبي قول un profil d'un patient qui a développé d'une façon précédente يعني des cystites وك qui a pris des antibiotiques sans qu'il y ait de résultat حبي قول عندنا مثال عندنا مريض يعني دار التهاب المثان من قبل وخدار من ضد الحياوية مرار وكل مرة الإيكولي تتغلب على المضاد الحيوي هنا سمود البكتيريا في وجه المضاد الحيوي هنا يأتي الدور الجوهاري تحت هذا هذا كلفان سيست أو ديمان أو كرام بري هنا التهاب هنا وش نديرو نمدو معلج انبيو انتيبيوترابي مثل جنتاميسين سيفاليكسين المهم نحترم الانتيبيو جميعنا نمدو على حسب الانتيبيو على حسب هذا المنضاد الحيوي لأثر على البكتيريا هذه نقوها مكتب سانسيبل 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 هذا هذا هو الانترابط على الانتيبيو ونقوها سانسيبل حب يقول هذا المنضاد الحيوي يؤثر على البكتيريا هذه نمدو بانتيبيوترابي معلش هذا ديمان أو كرام بري هذا كلفان سيست حب يقول المنضاد ثلاث من قوي يجتمل على منددين حيويين ونزيد هذا كلفان سيست هذا يعني فس على رزيطان بكتيريان يعني باش تكون الحلقة الاخيرة كما قولوا في حيات البكتيريا هذه القضاء على بغلي غادي كي يعني استئصالها هذه هي الفكرة اللي حبي تموصلكم ودوزيام دي شانز كان حاجة نقطة هامة نو كان مدو هذا كليفان سيست ولا هذا كرام بري بري سيما نوز دو بخمي رانتنسيون يعني قبل لما نبدأ بلز انتيبيوتيك انجدر باردو ريزيطانس بكتيريان هذه المكملات الغذائية لا تسبب سموة البكتيريا هذا هو الفكرة الجوهارية تحدي بردو هادوما سي ديفيتي لغيزيطانس بكتيريان اجتناب سموة البكتيريا في وجه المضادات الحيوية ان شاء الله تكون الفيديو هذه نفع إلا كان أمر ما تطرق تشليها بانسير قولوها لا في الكومنتار ولا في الإيلان مدخلات لا تنسس سبسكرايب وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته